تحية لكل أصدقاء المشاهدين بحلقة جديدة من سلم على السماء اللي رح نستضيف فيه الليلة رجل الأعمال غسان خوري كتير حلو الواحد يكون مشهور ومعروف بعالم الأعمال لكن الأهم أنه يبقى مطرح بقلبه مطرح للإنسانية مطرح للخالق مطرح يقدر هو يكون مع حاله مثل ما هو بده مش مثل ما المجتمع بده بعيش لحاله بفكر بنفذ وبخطط وأكيد بيقدر يجمع الهوية اللي هي بالنسبة له أساسية بحياته وكيف إذا كانت هذه الهوية جمع الأيقونات أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان خوري فيكم أهلا وسهلا من أمتى بلشت عندك هوية جمع الأيقونات؟ منش 32 سنة أثناء كانت بلشت كانت بعد الدول الشيوعية موجودة وهالفترة هذه كان بعده ممنوع أن يكونوا الأيقونات ظاهرين والمتاحف أو بالأحرى الكنيس والكاتدرائيات كانوا فقط مع متاحف مش للصلاة فحتى أنا بأواخر الثمانينات بلشت أحصل على اليوم من الناس كانوا يجبون من روسيا وكثيرا وقت لأنه كانت لإيقون ممنوعة كان يقصوها شقفتين ويخبوها جوية التياب وعند إيقون مثلا هم قصوزها كانت شقفتين ويجرب حطول الخشب من ورا حتى تدرجع تهدى وتلزق يعني عم نحكي عندوها الاتحاد السوفيتي السابق؟ وكانوا أكيد التجاري اللي عم يقضوا يحصل على اليوم يدقوا لو كنا أكيد ضمن مجموعة معين تنطرح علينا كان لقي عدد معين يمشي معنا بس بعدين وقت لتنظمة البلاد هونيك يصار في مرائبة ومعيدوا يخلوا الأيقونات المهمين يظهروا فأكيد إذا نشوف عشرة أنجأ نستحلي وحدة فمشان هيك هايدي مرحلة نبلش معي من أكبر من ثلاثين سنة شلي لفتك أو جذبك إنك تجمع؟ لا أعرف أن أنا وظيف تحس شعور تجاه الشغلي بدون ما تفهم السبب فطول عمر كنتم تشوف إيكون تأثر فيه أكتر بكتير من اللوحة أكيد بحب البنتور بحب كتير بس أن الإيكون بحاد زيتها حسها لوحدة صلة عكحان لدي كتير أصحاب بتفطلوا عندي على البيت بحشوفهم بعد شوية عم بيستطلبوا إيضا عوجهم لأنه عندي إيقونات أكتر من بنجد بالكنيس أداعدك إيقونات من بالبيت تقريبا؟ هلأ الموجودين هون الظاهرين بيطلعوا تقريباً ستين وفي غير ظاهرين؟ أكيد حس مش كله بيستطيع هون كان ببيت بيستطيع أكتر بالماضي فالرصيد كله اللي بيطلع تقريباً خمسة وثلاثين كله مطبوب يعني عندك شمية إيقونة؟ شمية قدر تقريهم كلهم؟ هلأ أكيد كله مكتوب عليه بالروسي ككتابات وبعدين الإيقونات كلهم معمولين قبل سنة الأفرسية وعشرين يعني قبل ما تكون الشيوعية موجودة أثناء كان عمل فني كتير كانوا يحبوا يطبقوا هونيكي كان مجبور يعني عم بيعمل الإيقون بوقذات يكون عم بيصلي بالصوت العالي تعتبرو أنه مركز بس على الإيقون مش عم بفكر بشي تاني فهمش هناك الإيقونات كانت نعمل من فنين مهمين لدرجة أنه منلاحظ أنه بهالي أيام صعب درجة عمل وعن جديدة الأكيد في كتار من الفنينين عم بيشتغلوا وعم بيطلعوا معهم أعمال حلوة ولكن إذا نرى بعض الإيقونات هوني منعرف أنه صعب كتير نعمل مثلهم لأنه منعرف أنهم يأخذوا وقتهم يعني إيقون يمكن يسا أنجأ بهالشكل هيدا تأخذ معه سنة شغل أو سنة ونصة شغل ومشان هيك هالإيقونات كلها يتمعمولة بالبنتور الكانية الطبيعية أيام زمان مش مواد الكيميوية مثل هالإيام فهيدا هي الإيقونات بعدين الإيقونات كلها بتترفق مع كل المراحل من الحياة المسيحية يعني عندنا الإيقونات اللي بترسم لنفترض مراحل مثل حرب مثل فترة المسيح من ساعة اللي خلق لساعة الانصلاب مثل مراحل من الحياة العذرة كل إيقون بتعبر عن شي بالنهاية أقدم إيقون قديش عمره عندك؟ بعمره أكثر من 250 سنة عن شو بتحكي؟ بتحكي كمان عن المسيح ومراحل حياة المسيح ومنصلاب كمان حطين صليب بالنص أحب إيقوني لقلك بالمجموعة هلأ في عدة إيقونات بيعنولي بس أنه أكيد في إيقونية وفاة العذرة ومطوقة من الرسل مثل ما أنه ضمن الميلي هوني في إيقونة مهمة لأنه ترسم كل أيام من أيام السنة لأنه نعرف أنه بحطونا باللوحة 12 شهر كل شهر بحطو كل يوم بيومه اسم القديس ياللي نحا عطا نقريون كل يوم بيكون اسم قديس موجود فمصورين كل قديس لوحده رسمينه بالإيد كتبين اسمه بالصغير الصغير بدنا مكبر تنشوف الاسم يعني تنشوف قداش مشغولي بعين مجرد ما فيها تشوف نعم فهيدا اللي يكون عنديا على إيقونة صغير وعلى إيقونة وسطة بالأحرى وعلى إيقونة كبيرة فهيدا بتعني كتير ونعمل منه لأنه في كتير فناني يشتغلوا على المودال هيدا وأنا استحلات ياللي شفته مشغول بطريقة ممتازة يعني هاو دي الإيقونات من نفس المدرسة أو من مدارس متنوعة؟ هي إجمالا أكتر مدارس كانوا مهمين هي روسية وأوكرانيا هاو اللي بالنسبة لإيقونات الأرثودوكسية اللي هني بالنسبة لإليه كانوا هني أهم الشغل نشغل فيهم ياللي أكتر شي فيهم عمل فني ويستعملوا ميت الذهب ويستعملوا كل شي متمقلت هذه الساعة كله مواد طبيعية بانتور طبيعية وياللي معمولة بطريقة كمان تقدر تحافظ على الرسمة لزمن كتير بعيد متما منشوف اللوحات اللي عمرها مئة سنين بالمتاحف نفس الشي الأيقونات معمولة بنفس نوع تقريبا البانتور طيب هاللوحات اللي عم شوف الأيقونات اللي عم شوفهم عندك بالبيت هوا الدرح يصيروا بمتحف يا ما بقيينهم طالما أنا طايب هني هوني بعدين الله يعطيك تصل عمور إذا نبيعوا بسوق الأحد هدي برجع للورسة بالمستقبل طيب الإيمي اللي فيهم هي هالإيمي معنوية أم إيمي مادية لا أنا وقت اللي نقايتهم مش كرميت ووضيف أموال أنا نقايتهم لأنه بيعنولي يعني بشعر معهم ولأنه بالنسبة لأيلي وقت متوا أتفوت لهون على الصالة هاي والناس اللي بفوتوا لعندي إجمالا دائما بفكروا حال وفاتين على الكنيسة فكل اللوحات الموجودين على حيطان بهالسالون هيدا هن لوحات إيقونات طيب مثل ما قالت أنه في إيقونات عن حياة السيد المسيح نعم مريم العذرة كل مراحل حياة المسيحية سواء كانت لنفترض في أديسين كمان تنين موجودين ضمن الرسمات بس دائما الرئيس بيضلوا للعذرة والمسيح والمسيح عم نشوف كمان إيقون لمرجيريس أكيد إيقون مرجيريس خاصة أنا كتد رأيت مرجيريس بالأسواء عيشتها سنين وسنين من خلال الأسناء ما في رعية لليوم ما في رعية تحت لأنه الحي تحت منه حي شعبي ضمن منطقة سوليدار يعني فهونيك أكيد كان عمل فني أصلا وقت لنعملت الكاتدرائية وللأسف أكيد كل الحديد كل الإزاز المعمول بالطرق الفنية المهمة كتير كله نفخ بالانفجار الأخير والأضرار طالت كل نعملت ورشة كبيرة تتصلح نوعا ما من الداخل وراح الأرميد من فوق إلى آخره فأنا تعيشت مع المراحل من وقت اللي كانت عم ترجع تتصلح من زيول الحرب السابقة لا وصولا لهالأيام هايدي بس أكيد منعرف انفجار القور إديش ترك أضرار ومن كان ما على الأسطر وهالفترة عم بطلع على على الكنيسة الماريوسف بالحكمة صرت عم سائب هونيك عم صلي وكمان هونيك انفجار نفخ الدنيا كله معدا نعرف الكنيسة من جوا من كل الثلاث بوابات اللي هني بشكل تاجي الكنيسة لكل الموجودات اللي جوا منعرف الانفجار داش أثر على البشرية كله مش بس على الكنيس طيب إذا بدنا نروح شوي أبعد من الأيقونات وطالما عم تحكي عن الصلاة غسان خوري عنده شي صلاة لحاله بصليها أنا بصلي الصلاة الكل بيصلوا وأنا جميلا بحضر القديس نهار لأحد وأكيد أنا أكتر شي بيأسير فيه هو الغناء التراتيل يعني التراتيل الموجودة خاصة بالكنيسة المارونية أكيد وأصلا أنا صرت ناسر محطات الراديو ما بحط إلا بالماضي كانت ماشي 94.5 بالوقت زيت صوت المحبة صوت المحبة 106.9 أو شي من النوع 107.2 يعني حافظ أرقاء من دليل أنه دائما بسمعهم لأنه بحب إسمع التراتيل أكتر شي وخاصة أغنين المارونية اللي بتعبر عن كل المراحل اللي عشوها والإديسين والمسيح والعذرة في شي زمن بالسنة هيك بتعيشوا أكتر من زمن آخر أكيد العيد الميلاد كنا نحبه أكتر شي خاصة وإكنا أولاد بس بعدين هلأ بها المرحلة هايدي أكيد من فضل دائما أكيد عيد الفصح والأيم ومراحل الصليب وعذاب المسيح أكيد هايدي المراحل صارت تأثر فينا أكتر وقت لكبرنا نعم يعني إيمانك وتربيتك كابن كنيسة لمن بيرجع؟ للأهل؟ للمدرسة؟ أم لحد آخر؟ للعيلة جهة أمي يعني إن كان ستة وجدة وخاصة أختلة ستة يعني خالية أمي هولي الأسروا فيها أكتر شي لأنه طفولتي أكتر شي كانت صيفيتي ببشري وهوني كنا بين كنيسة مرسابة والبدرية ومنشوف دائما المناطق البعيدة عن المدينة بصير فيها تقوى أكتر وصير فيها صلة أكتر بينما بتعرف وقت تصير بالمدينة بصير فيها عجقة مشكلة الناس بتقدر تفوق بقى على الصلة مثل كمان وقت المنسفر لبرة منلاقي إنه الكنيس العظيمة وكل هولي هولي صاروا متاحف بطلوا للصلة الصلة أنا صار معي مرة شغلة في صديق لقلي أصر نوتر دامدو باريق بما تحترق أكيد يزورني إياها أنا ما كنت فيت عليها بعرفة منبرة كنت بس يومتها كنت ساعة كتير فتنا العالم كانت فوق بعض عم تبرم بها الكاتدرائية العظيمة هاي بالآخر بيطلعوا بالهوبرلور بيقولوا نطلب من الموجودين منفضلكون رح نعمل إدّاس هلأ فمنطلب إنه يبقى عنا هون يلي بدون يصلوا الإدّاس بظهر فعش دائما عادي في حنا بالكنيسة كانوا العدد بالميات الميات الميات فنصديت فمين بقى؟ بقى بس التلفزيون جاي يصور المشهد ومع الأكيد اللي عم بيساعدوا الموظفين وكان يمكن شاء 4 أو 5 بس موجودين وسأبنا لبنانية لو ما هاكي ممكن ما كان زبطية الخبرية ما كان في حدا بالنسبة لهم صار مركز سياحي متما كانوا الكنيس أيام الشيوعية بيروسية والإتحاد السوفيتي كله سوا كذلك الأمر هالشي عم تصير بالدول الرائية بأوروبا فأكيد دال في فئة بتصلي خاصة مجا عم لقيها أكتر شيء بتضيع بالمدن الجانبية بس دائما بمطرح الرئيسي والأساسي كله بصير للسياحة والدليل إذا بتلاحظ لون في عندي تمثيل المسيح هذا من الشيء من كنيسة ألمانية عم بحولوها لباب وحولوها لمطرح سهر كمان تمثيل سيدنا العدرة هون بالزاوية التانية كمان هول أعمارهم بالمئتين سنة يعني صد على أخضر وإلى آخره والتمثال التاني كمان هيدا مش إيم قد كن يصبون صب هيدا وكين شغلوا على الإيد كمان العمر فوق المئتين سنة كمان من شال من أماكن صلة تحولون لنات كلوب يعني هيدا طيب نحن وياك هلأ رح نرتاح شوي ورح نبقى معك نعم نعرف أن أنت كمان عازف نعم ورح نحكي عن أشياء تانية بس بالجزء التاني نعم نعم ممكن نسمع شي منك على البيانو هلأ تفضل إلا زمان مش ذاقي وصبعي مجلدين إن شاء الله يكون في نتيجة اشتركوا في القناة نتابع على الحلقة من سلم عسامة مع رجل أعمال غسان خوري يلي تحول بيته إلى متحف إذا فينا نقول للأيقونات ولأشياء تانية رح نتعرف عليها تبعا استاذ غسان منتابع نحكي عن الأيقونات وراك في أيقونة رائعة روسية لمريم العضرة وهي تحمل الطفل يسوع وموجودة على غيمة بيضة وبالأسفل هناك الجنود البيض راكعين وعن بيرفعوا الصلاة هذه أيقونة عمره يمتزار روسية كانوا أثناء الحروب اللي كانت ضلعة تنشأ بأوروبا فهذه وحدة من الحروب دليل العسكر اللي بيس أبيض كانوا الجيش الأبيض وعن بيصلوا على أرض المعركة ومبينين المسلاحون حدون والمريم العضرة أساس الظهرة لهم عم بيصلولها اللوحة مبينة من تحت العسكر ومن فوق العضرة مع المسيح هذه كمان أكيد مرحلة معينة ومثل ما أنه هاي المايلة في عنا العشة السري المايلة الفؤنية وبالوقت زيته عندي أيكونات فيها ألوان من وجدت إجمالا إلا كتير قليل مثلا لون الزهر ما من لي أعطينا أيكونات بخلال لون الزهر مثل ما أنه كمان في أيكونات مثل ما قلنا كمان عندنا بقيت الأديسين كمان مثل مثلا مرجيريس بهاي اللوحة اللي هوني بأول درج والباقي كله مثل ما مبين أنه مركز أنه كل زاوية مخصصة الأديس معين جميعا من لقي عندك أكتر من لوحة للسنكسار يعني الأعجد الأديسين خلال السنة فيه لوحات أصغر فيه لوحات كبيرة نعم فيه لوحات بترسم كل المراحل طبع الأعياد بلوحة وحدة الرسمات بتكون بصغير ورسمة الأساسية موجودة بالنص هاكي بكونوا عم يرسموا نوعا ما الطريقة ملخصة المراحل اللي مهمة من حياة المسيحة ومن حياة العدرة بتحب تشوفوا عم تكتب الأيقونة يعني بمعنى أنه هي عم تنرسم يعني هلا أكيد مثل ما عم تقول بها الأيام بينعملوا ولكن نتصور أنه بأيام زمان ما كان فيه إمكانيات وما كان فيه كهرباء وما كان عندهم الوسائل التقنية تقدروا يساعدوا حالهم بالرسمات يتوصلوا يعمل لك أعمال فنية يعني مشاينة يعني من منشوف أنه قداش كانوا يعطوا حالهم اللي عم بيشتغلوا بدون أي تقنية إلا فنهم وقت نفس الشي وقت نفكر باللوحات القديمة من من أيام اللي عبدو دوفينشي وإلا هلا ما بيتفسروا رسماته كنت ما فيهون سحر اليوم ما بيتفسروا تقنيته على كترك مثل مثلنا موناليزا اللي زرحت الشمال قويين تفكر أنه متفرج عليك ونعرف أنه في استحالة ينعمل شيء اللي كان مستوئيا زمان زمان ومع أنه هدي كليا ما كانوا يمكانيات نفس الشي للعيسفين وتفكر بموزار وكل العيسفين الكبار أو أنا بعتبر أهم مواحد بيضلوا بيناتهم اسمه جون باتيس لولي اللي حتى الفنينين الكبار استوحوا منه كمان حتى موزار وبيتوفن وغيره قالوا حنستوحينا كامل جون باتيس للي كان بعهده للوي كاتورس كان هو يلحن مسرحيات موليار فمنلاحظ أنه هديك الايام وما كيف في أمكانيات ولا تسجيل ولا يتفننوا بالصوت وإلى آخره لمجادمي الأطوار كان يكتبوا المعزوفة كلها يتصوروا الأربعين بيولوني اللي عم بيشتغلوا وكل أدوار كل كل آلة موسيقية موجودة كتبوا كتابة دوما يجربوا حتى يدقوا هنه بعدين رأسا يحطوها للتنفيذ كان فيه إدرا كان فيه فن رهيب هديك الايام وسبحان الله يعني كأنه جيتنا عم بيسمعوها من السماء مش لنا عم بيتعبوا لها قلت أنه بتحب الألحان المارونية السريانية نعم قادرت تعزفها؟ إنه هل أنا جمالا مشكلتي إنه بالشتوية بساعه الصبيعي معتنا تمرن لا جمالا بحب إسمعها فيه كم مقطوعة أكيد فيه دق مثلا مقطوعات صغيرة منها مش كاملة طبيعي مثلنا إنه غير الأغاني والمقطوعات المسيحية المارونية في عنا كمان أكيد مرجع لأهم مواحد بالتاريخ الهوباخ ويلي هو أكيد اختصاصه الأورج وأنا بحب كتير الأورج الكنسة دليل عندي هون أورجات قديمة أبما يخترعوا الكهرباء في الأورج الموجود هاي الميلي يلي كان إيما نفخ على الإجران لأنه ما فيه كهرباء فيه إياس الكبير وإياسات الأصغر يلي بتمثل كل واحدة مرحلة فأجمالا كل الأورجات يلي كانوا نفخ عمارهم بالـ 1850-1820 وهي الدولة الموجودين عندي هلأ كله قبل 1900 1900 وبالطالع صاروا مركزين على الكهرباء يعني هؤذي الأورجات كانوا بلبنان أو استورتتهم من فارج؟ نا جمعوا ببرة كلهم يعني أي دول تقريبا؟ أكتر شي فرنسا، إيطاليا، إنجليترا هؤلهم الدول أكتر شي كانوا فننين ويعملوا بال وإلمانيا أكيد، إلمانيا كمان طريقة كتير دقيقة فيه شي أورج مميز لحد فنين معروف؟ ضمن الأورجات الكنسية القديمة يعني قبل الكهرباء نعم ما بنعرف، هلأ أكيد كل الفنين الكبار استعملوا هالنوع الأورجات خاصة الأورج الموجود هوني يلي سقفه عالي هيدا أكيد كان بمستوى اللي كان يركز عليهم باخ مثلا وكل معزوفاته عكل حالتو كتائفه هي أهمة مقطوعة بالتاريخ من مقطوعاته ولليوم بتنعزف هون من كانوا بالكنس تعملوا قيمة للمناسبة اللي عم بتصير يعني حضرتك مش بس هوا جمع آيقونات كمان أورجات كنسية نعم، وأنا بحب العزف على الأورج يعني أكثر من البيانوب كتير خاصة أنه الأورج في طريقة لتطعت الأكور بالإيد الشمال بالأورج بتنزلوا ضربة وحدة بالبيانوب بدك تعمل كل قصبة على وحده يعني غير تركيز وأنا دائما بحس بصوت الأورج في أداسة دائما بحس أنه في شيء سحر بيجي معه يعني أنت بتعتبر أنه الأداس بالكنيسة دائما لازم يكون مترافق مع عزف على الأورج؟ أنا أكثر شي بيأثر في الأورج بس أنه أكيد اليوم بالكنيس منحط هالأصر تصناعا جديد منحط سنتيتيزور سنتيتيزور يعني في كل أنواع الأصوات جوا فكتير أوقات أكيد مش دائما بحطوا على صوت الأورج بكارس الزر بينقلوا من الأورج للفيولون للأكورديون للي بدو يه بس أنا بيأثر فيه دائما هو رنة الأورج بحس سهي بحس زيتها صلى بدون ما بدون ما يكون في لحن حتى إذا بدو يصلي غسان خوري أي ساعة بنهار بيصلي؟ يعني ما في ترمى معين الأداسة مش دائما ضربتني أنا أنا كمان إيمة من الكفار بس أكيد واحد قبل ما ينام وأتبقوا مع بكرة هيدا الترمى والكنيس الساعة 11 ساعة 10 حسب البرنامج وبعدين أكيد متأثر أكثر شي بفترة الأعياد كلنا من حب على مولادة المسيح مع زفاته الأغانية تبع عيد الميلاد وكمان تبع عيد الكبير اللي متأثر فيه وخاصة أنه أنا عشت بالماضي كل الأغانية تبع عيد الكبير والتراتيل اللي كانت تنعمل كانت أيشا متماقلت لك ببشري هونيك بعدا الناس كتير عم بحكي عن خاصة النسوان كتير بظلوا بالتقوى كلهم لبسين أسود فكانوا يمشوا بالطرقات ويقولوا الصلاة بالصوت العالي وكمان حتى أنه كانوا يجوا الرجال اللي علقوا يضاسي شنقوا يحرقوا بعدين وهني كلهم أكيد كانوا يهيصوا أنه روحنا يضاس فهاي المراحل كلها بطفولتي عشتها بفترة الأعياد وهذا أكيد بتأثر فينا كتير فيش ترتيل هيك دائما بترددها لحالك؟ بحب اسمعهم إجمالا ردد لحالي ما كتير بحب صوتي أنا نعم فإجمالا مضلني حط الإزاعات اللي تلك عنهم متبق أنه عندي كمان أكيد سيديات خاصة أكيد الأستير فينا أكتر شي هي السيدة فيروز بأغاني الرفاق يتعيد الكبير نعم هذه فيها أداس وأنا بعرف أنه قطيت فنينيكتار كمان غنوا بس بتضلا هي نرجع دائما للمقطوعات اللي هي غنتهم لأنه فيها رنية صوت هي بحث ذاتها فيها أداس الصوت طيب قلت أنه جزء من طفولتك كان ببشرة يعني أكيد زرت وادي الأديسين نعم أكيد شو اللي بيلفتك أكتر شيء؟ لا هلأ بعد نمرو على وادي الأديسين يلي هو مساحته الداخلية تقريبا شيخمسين كيلومتر مربع واللي بيجمع جمالا كل تاريخنا المارونة وبوادي الأديسين عطول في عنا لهلأ نسك ناسك وإلى آخره بتحس باعت فيهم الأداسة يلي ما كتير بقى مليئية بالمدينة وبالوقت ذاته أكيد منتأثر بهالمكان يلي بعد منحس ريحته فرقا غير مطارح منحس أنه بهالمساحة هايدي المحددة كأنه كل تاريخنا كان مرسوم جوا عد عن المخابر اللي كانت معمولة حتى ما يدبحون ويقتلون للنسك وللأخوار نعم مثل ما بنعرف البطاركي كمان ومن هوني كنت طلق بالفعل الانطلاقة الأوية طبع الانطلاقة المارونية الأساسية من هوني كنت طلقت ومشن هايك إذا ما نطلع المنطقة كلها هونيك على الدير ومثل كل الضيع في لبنان عطول ما نلاقي دايما في جو وتقوى والشعب قلبه واسع وبيعيش المنسبات المسيحية مثل ما لازم هلأ أنا بالنسبة لحياة المسيحية نقصمت بين مطرحين أنا من بكفية طيّة من بكفية وأمي من بشري فمشي نهيك دايما نوجد بين اتنين سوا ودايما ما حل نروح على أي ضائع نحس الروح المسيحية يعني ماروني أصيل ماروني أصيل استاذ غسان يعني بيودي أنه بين الأديسة لوحدة من الصخور والإيمانة بتحكي ما عشوه الموارنة بالحقبات الأول قديش نحن اليوم قريبين إلى هذه الحقبات عم بحكي كموارنة نعم هلأ نحن بنعرف أنه الإنسان أكتر شيء بفوق عربه وقد بكون خيفان أو وقتين برؤم بمصايد نحن بنعرف أكيد من الـ 75 وبالطالع زادت التقوى وبنعرف أنه مبحياته فات على كنيسة ومحياته بيصلي وتنزل الأزيفة على البنية من اللي عم بيصرخ جمال مبحياته إيلا والستات يلي بكونوا أساس من اللي هين بالمكياج بين صديني كلها يبنشوا يذكروا العذرة ويذكروا هذا بنعرفها أنه كل شيء حتى الصلاة بيصير عن مصلحة كتير أوقات فمشين هايكي الخوف إجمالنا بيساعد لعالم نتوعة أكتر وتصير تقية أكتر بس إذا بتبسطهم كتير بينصوا ربهم يعني إذا بترجع للبدايات حياتك بتختار اللي عملته هلأ أو بتلغي جزء الأعمال وبتروح أكتر لأعمال كنسية نا أكيد ما كنت عملت أبونا ماني لدرجة إديس أنا أبدا نعم فأكيد نحن بنقول أنه كل مرحلة من اللي عشناها بالماضي بتديرنا صوب شغلة معينة نعطيها اهتمام أكتر من مرحلة تانية فكل مرحلة نعرف تماما أنه بتعيشنا أجواء بتخلينا نهوي شيء أكتر من شيء وخاصة أن نحن عنا بلبنان عكتما الأوضاع عنا بتتقلب وتتشألب وكل مرة بيجينا موضة جديدة من المصايب مثل هلأ مثلا بالجوع نعم متفكر قبل كل شيء بهذا التعتير والعالم مشقدر تفوت على المستشفيات والهجرة اللي صايرة من لبنان نحن لكنا مرجع بالتعليم ومرجع بالطبابة ومرجع بكل الميدين والسياحة هلأ محاينة صاروا الدول اللي كانوا يبسطوا يتعلموا من عندنا هالموضع وينقلوا عنها بصنا نحن بالطرين نروح إذا بدنا نرجع نعيش هالأجواء نروح نحن لعندهم بقى فقدنا إشيا كتيرة خاصة بهالأيام اللي وصلنا لها هلأ شو المطلوب اليوم؟ مطلوب اليوم إشيا كتيرة والمساهمة بمصايب العالم والأكيد المشاركة والرأي بفتح ملفات سياسية مفروض تنفتح بالطريقة بظل نعتبر هاي الكلمة الطاهرة نعم فنحن بنعرف اليوم قبل كل شيء والأهم هو الجوع بالنسبة لي هو الجوع وأنا أصلا كنت عم ببكز هالموضوع قبل بسين ونص كنت على سنين لورا كنت عامل مثل مؤسسة مش منظمة ولا اسمها الجوع ممنوع بس هلأ بنعرف من وراء من بعد عدم سماح لألنا بصحب المصارف من المصارف بالكميات المنريدة فما عندنا نصرنا نحن مش قدرين نسحب نقدر نطبق أهل أقوال هاي هاي كان بالماضي تصير فكان يتأمل لكل عائلة صندوقها فيها أكل تكفيها شهر موني هلأ صارت مستحيلة لأن ما نقدر نسحب مصاري فنعرف أنه ما في ميدان عنا باللبنان هلأ حاليا مش عم بعيش لمصيبة وبعدين نعرف أنه بالتعليم تعرف أنه بأي طريقة صار يتعلموا التلميذ بعد ما يكونوا بصفوف ومركزين على معلقة السادزة على المواد صاروا من البيت وعلى ما نعرف الهولة الطرق يلي رحوا عرافزة التلميذ عم بيطلع على الشاشة أو لا مثل ما أكيد الطب نحنا كنا مرجع يقصدونا بلاد برة هلأ بننصيبة أنه معللي صار والأضرار اللي حصلت والمالي اللي انفقت صاروا الحكام عم بيطروا يسافروا لبرة إذا رحوا على الدول العربية كتير منيح نعرفه من يرجعوا بالمستقبل بس اللي عم بيهجروا على أمريكا وكندا وأستراليا هؤلاء يعني هن وعياله نختفوا وعم نجحة نصير أقلية أقلية بلدنا مع الأسف مع الأسف أستاذ غسان رح نتوقف تحنويك هلأ كمان مع مقطوعة رح تعزف لنا إياها بس على الأورج منتابع كمان هالحلقة ومنتوقف مع محطة إعلانية من بعد ما يخلص أستاذ غسان ومنتابع جزء الأخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجزء الأخير من سلم عسما منتابعه هلأ بهالحلقة مع أستاذ غسان خوري المتعدد المواهب عنده خمس كتب هو كتبهم باللغة الفرنسية وصادرين بدور نشر فرنسية أيضا مثل ما بتعرفه هو عازف بيجمع الأيقونات وكمان عنده مجموعة ما تمحكينا عنها قبل شوي مجموعة من الأورقات الكنسية يلي كمان حابب يجمعها مشوف عندك بالبيت قصص كمان نادرة وانتيك عندك هيدا الهوية؟ عنده هيدا الهوية أكيد بس أنه أكيد واحد بده وقت كتير تليقي طلبه فأكيد هذا كله من أكثر من ثلاثين سنة عم بتجمع كنت بمكاني ساعة أكتر هلأ هون قد ما قدرنا حصرناه مثل ما أنه الميلة الثانية اللي فيها المكتب كمان فيها فيها كمان بانتشير وآيقونات قبل ما نرجع نكفي مع الآيقونات عم نشوف حدنا في كونتروباس نعم كمان بتعرفت عزف عليه؟ لا أبدا بس أكيد بحب بحب شكله وبالنسبة لأقلي كل الإيلات الموسيقية بعزفت علي أولاة يعني ما بعزف إنها إلا على الأورج إجمالا وشوية على البيانو بس بالإجمال أي إيلة الموسيقية بتأثر علي بتأثر فيه وحتى أنه في عندي كل بقية إيلات الموسيقية مثل ساكسوفون ترومبات كله موجود كمان هون بالخزانة اللي هم أززي نعم منرجع شوية لإيمانك في شي نعم أخذها بحياتك من الرب من العذرة عندك إديس شفية لإيلك دائم يعني تقل لك نحنا كلنا بنعرف نحنا وصغر نحنا وبالطاعش نحنا وكذا أكيد كنا نسمع الكاتيشيزم وكنا مهزبين بس ما كنا إيمان زيادة نعم بس اللي بيعمل لي مع الإيمان هو الزمن الوقت تجربة والإشيال اللي بنلمسها وخاصة اللي بنشوفها قدام عيوننا هاي بتزيد إيماننا فمنعرف دائما أنه أكترية العالم مع الزمن ومع الوقت بصيروا يكونوا أنعم مش أنه خوفا من الحساب الأخير لا مع الوقت حسب يكتشفوا الحيط على حياتها وعرفوا تماما أنه هذا الشي بيقربوا للإيمان وصاروا مع الوقت يقامنوا بوجود الراب والإديسين برجعب يقول ورجعب يكرر أكيد وخاصة من بعد تجربة الحيط فأكيد كل إنسان بمر بمراحل بتخليه يستغرب شغلة ما بتصير إلا بعجيبة قدامه شو صار معك خبرك إذا بدك هالقصة من القصة سبق وأنا ذكرتها كمان بمقابلة مثلا هون في الإيكون طبعه مرجيريس نعم أنا بمرجيريس ياللي كنت ضلني روح كاتدرائيتها وكنت فترة مسؤول تحت بهالكاتدرائية هايدي أنا مرة صار معي عجيبة كانت بعدها سنة 98 كانت الفترة بعدنا عم نفتتح الكاتدرائية من بعد ما رح تنسأل رسم تسقفيات والحيطان ونعمل كل الأشغال الخشبية والذهب وغيره فأسناء كنا فتنا بمناسبة عيد مرجيريس على الكنيسة الكاتدرائية وكان فيه أكتر من 200 شخص أسناء يعني كنا مزروقين ببعضنا وكنت على الواقف ومطقم حاطة كرافات مش قدر اتنفس من العجقة فبهالفترة هذي كان عندي مشكلة صحية انه كنت كلما كلما نام ما قدر رجع راسي لأنه عطول رجع راجع نام وصار الحرقة لمن خارج وبقيت على الشي عشر سنين نام نص قاعد ما قدر رجع حالي لورا دائما نص قاعد كنت نام وكنت ضلني معرفة فينا عطي أسامي دوام عين ما لوقس وعلكي ومدري شو حتى يضل نقدر وضربتني فرد مرة الحرقة وسيت لفوق وانا كان المالوكس موجود بالعربية يعني ومنعرف المالوكس وهول الادوية تخذون بخففولك متما بيقضوا على الحريق بيقضوا كمان على البيتامينات بصير يضلك تعمل غريب وبيصير خسع فيوم متى وقت ضربتني الحرقة القوية سبضي اظهر تروع العربية معت في العالم فوق بعضه ما فيك تزيح بقى ميلة وحسيت حالي رح انفجر يومتا ما بلقي الا في ست صديقة حدي ووقفة عم بتصلي مغمضة عيونها وحطة ايضا ما بتفكر بشي تاني اكيد ورايحة يعني هي وقعدة كأنها غافية بعد شوي ما شفت الا برامي توجه فتحة جزدين وشرت لبنبونة متى كيف حسات استغربت وكشو عرفت عطيني بمبونة هي وعم بتصلي والناس كلها عم بتصلي بعد حطات بمبونة بتمة كل شين مح بساعت ومعت حسات بشي فكرت انا بساعة الساعة ما فكرت ولا بعجيب ولا بإيمان فكرت لك صدفة الاسنين واسنين قاعد اخد ادوية وحبة بمبون بتكفي حتى بس حرك هون البلانت ساليذير بقلولة وياللي هي بتمحي كل شي لك ملا ضرب غش مني انا بعدين لحظت انو لا تاني يوم ولا عاشر يوم ولك بحي تستعمل ولا بمبونة ولا شي كلهم مح على الحير كفت على قطة النوم وحطيت المخدية الواطية ورجعت نام طبيعي هايدي صار صارت مع ديها يعني شو شو علمتك هايدي القصة هايدي القصة وغيرة من القصص كمان مش وقفة على هالقصة بس بيعلموك تدريجيا انو ربنا موجود ومان كان ولي دي سين كمان متل ما انو كمان انا شاهد على عدة قضايا صارت انكم معي ولا قدامي ولا شفنا بعيوننا عجيب صار هي اللي مع الوقت تعطينا هالإيمان نحنا منلاحظ دايما انو نحنا عندنا المسيحية ليش بيصير فيه اكتر شي عجيب لو نحنا طبعتنا الشعب المسيح ان كنا هون ولا برا بنا دايما اسبتات حتى نقدر نقام بالشغل بظال في عندنا الشك عطول الشك ابدا بينما منعرف انو في غير طوايف اساسا عندهم إيمان قوي مش عايزين نشوفوا عجيب طيقا منو فهونيك مش عايزين العجيب بس نحنا على كتما عندنا من ميلتنا اللي تإيمان منعوز العجيب حتى نصري نسد إذا بدنا نقول شفيع غسان خوري من أكيد مرشاربل 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 تير أثر علي من طفولتي خاصة من عمر العشرينات بكيف شفت عجيب قدامي بأماكن إن كان اللوحة ترشح الزيت أما القوني صغيرة موجودة بمطرح الزيت على الحرك بتجمع حولي وبصير ينزل على الأرض وغيره مثل ما إنه في كتير إشياء أكيد شفناها أساس بالربرورتاج بالأفلام الخاصة اللي عملوها مع كل الشكل موجود مع الجماعة اللي عم بيصور وبصير ويتفقد وشمال يمين من فوق وعداير بعدين ما بيقدر يقول مش نزل من هون دم أو من هون نزل كذا مثل ما إنه في العجيبة الكبيرة كمان اللي صارت بالأرجنتين اللي هي يمكن أهم عجيبة كانت بالنسبة للي منعرفهن واللي كانت إنه نعرف تماما أنه اليوم وقت اللي تنوجد الأرباني على الأرض إجمالا مفروض يحطوها بالماء يضوب لواحدة فمرة في ست شفت أرباني على الأرض ناس صاروا عم بيدعسوا تقريبا أخذتها عطتها للخوري هاي بالأرجنتين فمقوم الخوري بحطها مثل عادة بالكاسة كرمال الدوب لوحدة فمبعد يومان تجي عم تفقد حتى يفضل الكاسة وقوم بلاقي إنه فيها شقفة لحم مع دم فاستغرب كتير هو ما فهم شو عم بصير فيه ولاحظ إنه صار يتطلع فيها على أيام وعلى أيام هي زيتها ولانتزعت ولعمل ترويح وهي زيتها بعدها موجودة أثناء كان المطران بالمنطقة كان البابا الحالي كان المطران أثناء هونيك بالأرجنتين وصلوا له القضية إنه لايك هالمنظر الموجود بس دايما عندنا بالكنيسة في دايما شك قوي كتير فعلى حال يحبوا يفحصوها بيقوم بالحكمة هونيك بدون ما يعرفوا شو الموضوع فحصوها اعتبر إنه هذي لحم ودم دايما في شغلة بتنعرف بالعجيبة إنه وقت بيفحصوا الدم تطلع الفئة مش موجودة على الأرض يلي هي أبا ولا نيغاتيف ولا بوزيتيف هي مش موجودة وإنه كمان عدد الجلوبول الموجودين جوا وإلى آخر هي كمان بيكون نوعا ما فارق وأهم شي إنه وقت ليكون في دم نعرف تماما إنه نحن نكون ناخدين بفتكر 23 من الأم و23 من البي وبيبقى بهالشكل بيكونوا مجموعين فلاحظوا أنه في بس 23 جهة الأم وفي وحدة بس يلي هي أكيد تتعرض عربنا وما في للبي ما في للرجال دليل أنه ماريوسف كان بس ما كان في كان بطول كان بطول فهن ما حكيوا بيقوم البابا الحالي أكيد بيخدوها على على أمريكا على مختبر كتير دقيق وعند حكمة كتير خبرة خاصة بالتشريح فرجل اللحم هو كمان فكر أنه هايدي من شالي مبارح معرف أنه إلى زمان موجودة فحص بدون ما يفهم شو الموضوع بلقى هايدي من شالي جاي من شقفي من الرية يعني هذا المطرح يلي كان المسيح كمان أكل السهم فحص وكمان ما فيها معطيات إلا أنه تكون مش شايفين مننا بعد ولا مرة فكانت هايدي يومتا من بعد ما فحصوا كل شي جعوا آرانوة كمان مع الفضلة اللحم يلي نوجدت يلي إجيت من الإدس على أوروبا ونوجدت بعدين تنقلت صاروا يهربو من مكان لمكان إيطاليا فرنسا وإلى آخره لقى أنه هي ذات اللحمة هاي الشقفة الليرية هي ذات الموجودة بأوروبا بنفس فئة الدم بنفس الأدئان طبعا ومن خلال الأدئان شايفوا أنه هاي جاي من نفس المطرح أنه هاي لنفس الطرف جاي من مطرحين مختلفين بين كارة وكارة حلو قبل ما نختم نحن وياك بعد في شغلة مميزة لازم تخبرنا عنها هي قصة الصخرة إذا مش هو المؤسس يومتا عملوا شارع بمنطقة الأسواء سموه باسمه شارع البطريارك حويك فمشن هايك وقتا حفروا حجرة أكيد في رسمة حولي وفي اسم البطريارك بالنص وفي صورة قديمة يومتا كنت شايفة مرة بجريدة ومعن بعرف اللي أعليها الجريدة بس أكيد الصورة موجودة أصهد بتصور إنه كيف البطريار كان قاعد تحت النهار افتتاح الشارع كيف قاعد تحت الحجرة المحفورة المحطوطة بالحيط والمطارين كانوا حوالي وقتا بوقت الصورة وقت اللي تهدمت وقت الحرب حصلت ومطقة الأسواء هبطت في ناس قدروا يومتا وقت كانت عم ترجع تترمم وعم بيشيلوا القديم قدروا شالوا هايدي الحجرة وقصوها على الدير حتى يقدروا يشيلوها بطريقة فنية ويومتا أنا بالصدفة حصلت عليها جبتا كرميل اجع قدام ها لكنيسة تنشوف بقية كنيسة بقى هي مبدئيا لمريوسف لكنيسة مريوسف الحكمة راح تكون إلا إذا فضلوا تكون بغير كنيسة أو كاتدرائية حلو للشباب اليوم شو بتقلهم أكثر من الدول العربية ولا ما يقول في رجعة زرحتوها غير دول وخاصة أنه نحن خاصة على الصعيد المسيحي عم نصير أقلية كل يوم عن يوم مثل ما أنا كمان من جهتي بعتبر أنه خليموا تبقوا الطائف في لبنان هيك منرتاح أكثر بتطبيق اللامركزية الإدارية اللي هي ضرورة 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 هيك كل منطقة تعرف تمام تنظم حالة وتنظم حالة يعني تعرف تكموش أكتر السريئات والفوضى وبهالشكل هيدا بنعرف تماما أنه بيصير في مجال أنه كل منطقة شو عم تاخد شو عم بتطلع رسوم وضرائب ببقوا بهالمنطقة هيدا بالزيت لعيادة أعمارة وازدهارة ومنتمنى خير لكل المناطق أكيد وخلي كل منطقة شو هي بتحصل تحط على حالة ونحن بنعرف ومنطقنا هي أكتر واحدة عم تدفع رسوم وضرائب فبنفضل أنه الأهل الملحوظين فيها ما يضطروا يهاجروا ويتركوا والمجاعة تضرب فيهم خلي أموالنا تبقى بمنطقنا والشاطر يعرف كيف بدو يدير منطقته سواء كم بالكهرباء بالزبالة بالأكل والشرط بالتعليم بالبتكنية وأهلا وسهلا بلي بيجي بيزورنا وبيجي لعنا ونحن بنحب نشتاء ونروح لعندهم كمان باللمركزية اللي نذكرت من 33 سنة بالطائف يهمنا تطبيقها مش نختار كم شغل اللي بتهمنا من الطائف ونتجيها للباقي خاصة منعرف أنه إحنا كنا خير ججاو كلياً بالتسعينات فبيهمنا نكون نحنا بشاركين بكل شي وهالطائف حقتوا زبطوا طبقتوا طبقوا كمان القسم الثاني اللي بيناسب الجميع وهذا الشي يسمح لكل القوينين والعادات تكون موجود بكل منطقة مع احترامنا للغير وبنطقة مناطق الثانية في اشي بحبو يمنعو ويمنعو كذا في بلدية طلعت بقرارات ممنوع باع الكحول ممنوعش اشي معينة أكيد هن أحرار يعملوا اللي بيردون نحن محترم كل القراء بس خلي كل منطقة تكون حرة بقوينين الداخلية وبيعادات الداخلية وبالنهي الشاطر بيخلص نفسه أكيد والشاطر بيعرف بهالطريقة هايدي كيف يشجع الشعب ويضلوا عارضه نحن بدنشكرك استاذ غسان الخوري أكيد رجل الأعمال وصاحب الموهب الكتير معك رح نختم هالحلقة من سلم على السماء بدنشكر كل اللي تابعونا وبدنشكرك أكيد وكل الفريق العامل بدنختم مع معزوفي كمان على الأورك أوكي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة